بعد وفاة رسول الله كان موقف العباس واضحا مع أمير المؤمنين عليه السلام إجأ إلى الإمام وقال له يا يا ابن العم يا أبا الحسن أبسط يدك أبايعك فإذا فعلت ذلك قال الناس هذا عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف وعليك اثنان أنا كشخصية اجتماعية الآن عند الناس مسموع الكلمة وإنت المؤهل والمرشح فأنا أبايعك وينتهي الأمر طبعا هذا كان من العباس نوعا من التبسيط للمسألة لا الجماعة كانوا عازمين على أمور مرتبين فيه قاطعين شوط اتفاقات أمور مو القضية هكذا بمجرد أن يبايع العباس عليا تنتهي القضية وقد التفت العباس إلى ذلك فيما بعد فقال شعرا ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسني أنا ما كنت أتصور أنه يودوها بعيد عن بني هاشم وبعيد عن الإمام علي عليه السلام عن أبي الحسن هذا ما كنت أتصوره أبدا ولما إجي إلى أبو سفيان أول شيء أبو سفيان عرض على الإمام علي أنه قوم وأنا وياك فالإمام رفض لأنه يعلم أن هذا كيد للإسلام راح أبو سفيان إلى العباس قال أنت عم النبي وأسن واحد من بني هاشم وأولى واحد قال يا عجبا يدفعها علي ويقبلها العباس شغلا لعلي بن أبي طالب رافضنها أنا أجي أتصد فيها أبدا هذا مع العلم أنه كان يفوقه في السن بمقدار أكثر من 35 سنة